ما أود الحديث عنه في مقدمة اليوم هو مسألة تتعلق بالنساء بمسألة العدة نحن نرى في منظومة 14-13 هذه المنظومة التي جعلتها دار الإفتاء مجانية يتصل الناس من خلالها ويجيبهم المشايخ فيعني نطلع على كثير من عوائد المجتمع الليبي وبعض الأشياء مما لفت انتباهنا في هذه المسألة مسألة العدة العدة هي المرأة التي إما توفي زوجها فهي قد دخلت عدة وفاة وإما طلقها زوجها فهي قد دخلت في عدة طلاق هذه العدة لها فصل في الفقه الإسلامي أو باب سمى باب العدة وتكلم فيه الفقهاء بكلام طويل والعدة ذكرت حتى في القرآن وفصل فيها العلماء المعتد من وفاة المعتد من طلاق وذكروا العدة وذكروا الاستبراء لكن للأسف هناك هيمنة عرفية في مجتمعنا على أحكام الشرع وبالتالي أقول المرأة المعتدة تأخذ أحكامها من الشرع لا تأخذه من العجائز ومن عامة النساء كل الأحكام نحن الأحكام الشرعية إنما تأخذ من أهل العلم هي في الأصل مستنبطة من القرآن والسنة وآثار الصحابة والفقهاء بعد ذلك كل مسألة ليس فيها نص في القرآن أو السنة فإنهم يأخذونها من باقي مصادر التشريع فيا أيها النساء كل مرأة الآن يعني توفي زوجها فهي في عدة وفاة أو طلقت طلقها زوجها فهي في عدة طلاق كل الأحكام المتعلقة بالعدة إنما تأخذ من أهل العلم لا تأخذ من العجائز نحن الآن في المجتمع هناك يعني سيطرة وهيمنة كبيرة للعجائز وللطقوس ولهذا يذكرون أشياء يعني غير موجودة أصلا تستغرب يقولك يا شيخ وخاص ما أكثر هذه الأسئلة المرأة في العدة يا شيخ أنا الآن معتدة قالوا لي أراه ما تنظريش في المراية توني القتلك لا مدى والله هيك يقالوا لي العجائز قالوا لي ما تلبسيش شخشير قالوا لي ما تطلعيش برا من الحوش ومش حتى الباب الصورة أو لا الباب الداخلي قالوا لي لا يجوز لك أن ترى الشمس حتى تخرجي من العدة هي عدة ولا سجن وبالتالي هذه أحكام خرافات لا أصل لها في شرع الإسلام وأنا أنصح كل مرأة نزلت بها عدة وهي العدة يعني في أغلب أحوالها مصيبة تنزل بالمرأة إما أن يطلقها زوجها وإما أن يموت عنها زوجه فأنا النصيحة أن تأخذ الأحكام من أهل العلم يسأل أهل العلم ويسأل المتخصصون ويسأل المتخصصات من النساء نحن الحمد لله الآن أصبح لدينا يعني نساء متخرجات من كليات الشريعة ومتخصصات يمكن للمرأة يعني أن تتصل بهم أو تتصل بمنظومة الإفتاء وبالتالي فأقول هناك عوائد مخالفة تماما لشرع الله لا يجوز لي في مسائل العدة سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق أن ترجع النسوة في الحكم إلى هذه الخرافة خرافات كثيرة كما ذكرت مثلا من هذه الخرافات المربوطة بالعدة أولا أنهم منعوا المرأة في العدة من الخروج إطلاق مع أن الحكم الشرعي أن المعتد سواء في عدة وفاة أو عدة طلاق تخرج في النهار لقضاء حوائجها كان مدرسة تذهب إلى عملها موظفة كان هي فلاحة كان هي تشتغل تمرض في بوها أو أمها أي شيء تخرج له سبحان الله ورد عن الإمام مالك كلام كأنه رد على هذه الخرافات التي في مجتمعنا سئل عن المعتدة أتخرج في طرفين النهار قال تخرج حتى للعرس تذهب حتى للعرس ولكن تجتنب الطيب والزينة تجتنب الطيب والزينة وبالتالي المعتدات الآن في النهار تخرج عندنا من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج من بيتها ورب سائلة أخرى هي مرأة توفي زوجها فهي لا تجد من يعيلها وبالتالي المرأة تخرج في العدة للعمال وتخرج لتوصيل الأبناء للمدرسة وتخرج لاشتراء حاجياتها بشرط الالتزام بضوابط الشريعة من الحجاب ومن مراعاة قواعد الشريعة في التعامل مع الرجل إذن هذه الخرافة التي تقول إن المرأة لا يجوز لها في العدة الخروج في النهار إطلاقاً ولا في الليل هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان ومن باب أولى هذه الفتاوى الخرافية التي تصدرها العجائز ويعني يقول للمرأة كما ذكرت لا يجوز لك الخروج من باب المنزل الداخل قالت حتى للصور مش تشم شوي يهواء ولا تتشمس هذه ممنوع عشر هذا كلام ما أنزل الله به سبحانه وتعالى من سلطان وليس عليه أثارة من علم إطلاقاً أيضاً مثلاً لا المعتدة ما تشوفش في المرأة المعتدة ما تلبسش خشير ما لا أقول المعتدة يحكم عليها بالإعدام المعتدة ممنوعة من ماذا؟ ممنوعة من الطيب الروايح بجميعاً واحد وممنوعة من الزينة اللي هي الآن المكياج والأشياء اللي هي تتجمل بها المرأة وملابس الزينة هذه ممنوعة منها الطيب والزينة وممنوعة من الزواج وهذا أمر معروف وممنوعة من المبيت خارج البيت ما سوى هذه الأشياء أغلب ما نسمعه الآن في المجتمع فيما يتعلق بالمعتدات هو كما ذكرت خرافات حتى إنني أحياناً أتعمد يعني أن أسأل هذه السائلة التي ستسأل أو يسأل لها أحد الرجال مثلاً في منظومة الإفتاء والله يا شيخ قالوا لا راه ممنوع أنك أنت اتكلمي والدخطك وانت في العد نقول منهم عليش الشيخ اللي أجاب لا مش شيخ والله باي منه اللي أجاب والله عزوزتها وحدة من الجارات وحدة من كذا وبالتالي من الخرافات أيضاً في هذا الباب أنهم ربطوا في المجتمعنا ربطوا أشياء بالعدة وهي ليس لها علاقة بالعدة المرأة لما كان زوجها حي ولا لما كانت في عصمة زوجها عندهم هما يجوز أن تصافح الأجانب وتدوي هي وسلفها وهي وجارها عندهم عادي آه رجلها حي فيش مشكلة أعطيها لدن قالها عادي صافحي ولما يموت رجلها يحرمون عليها حتى مصافحة المحارب وهذا كله قلب لحقائق الشريعة فمثلة مصافحة الرجال والخلوة مع الرجال والتحدث مع الرجال هذه لا علاقة لا بالعدة المرأة المتزوجة يحرم عليها مصافحة غير المحارب المرأة التي في العدة يحرم عليها مصافحة غير المحارب ما علاقة العدة بهذا الباب يجوز لها مصافحة المحارب وزوجها حي يجوز لها مصافحة المحارم وزوجها ميت أو زوجها في العدة لا فرق ولهذا أذكر اليوم مثلاً هذه مرأة تقول أنا والله توردت في العدة ودخل علي ابن سلفي فسلمت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب سألتها هل كنت تصافحينه لما كان زوجك حياً قالت شي المشكلة هذا الوقت ولد سلفي والآن شي صبح يعني كل خرافات مسلة المصافحة والكلام مع الأجانب واللباس الشرعي هذه أمور لا علاقة لها بالعدة التي لها علاقة بالعدة ويختلف الحكم فيها نعم هو مثلاً قبل العدة كانت لها المبيت خارج البيت الآن في العدة منعت من ذلك نعم هذا حكم خاص بالعدة قبل العدة كانت طيب لها جائزاً بالضوابة الشرعية طبعاً أمام الرجال الآن في العدة يحرم عليها الطيب هذا نعم حكم ثاني خاص بالعدة قبل العدة كان يحرم عليها التزين ولبس ثياب الزينة نعم الآن في العدة يحرم عليها لبس ثياب التزين أما باقي الأحكام فلا فرق بين العدة وغيرها وكأنهم سبحان الله نظروا إلى مسألة دوت الناس كلام الناس يقول لها لما رجلها حي حتى صافحة سلفها والله ولد عمها والله ولد خالها الناس مش حيتكلموا بيقولوا هذه متزوجة لكن توا والراجلها مات سيتكلمون في عرضها وهذا كله كما ذكرت أحكام لا علاقة لها بالعدة أصلاً فيا أيها النساء ينبغي بل يجب عليكم أن تأخذوا الأحكام الشرعية المتعلقة بالعدة من أهل الاختصاص سواء من المشايخ أو من الشيخات التي لهن علم بأحكام العدة أما أن تأخذ من العجائز وكل عام يطلع لنا حكم جديد متعلق بالعدة تصدره بعض النساء العجائز الأميات التي لا معرفة لهن بالحكم الشرعي أنا هنا لا أطعن معاذ الله أن نطعن في أمهاتنا وفي جداتنا ولكن نحن نتكلم على حكم شرعي الله سبحانه وتعالى لما تعلق الأمر بالحكم الشرعي ما قال اسألوا كل الناس فاسألوا أهل الذكر العجائز نستفيد منهم في المجتمع وخبرتهم في الحياة وحكمتهم لكن الأمر ينقلب إلى أن يصرنا العجائز مفتيات في أحكام العدة وتصدر منهن أحكام مخالفة للشريعة فهذا من الكلام على الله سبحانه وتعالى بغير علم ولهذا هذه مقدمة اليوم يا أيتها السائلة وأنت الآن مطلقة في العدة أو حتى كان زوجك ميتا لك في النهار الخروج للعمل ولشراء حاجياتك بالالتزام بضوابط الشريعة وأن توصل أبنائك للمدرسة وأن تذهب إلى الوظيفة المهم يؤذن عليك العشاء أذان العشاء وأنت في المنزل إلى طلوع الفجر لا تخرجين فالمرأة المعتدة يجب عليها المبيت في البيت المعتدة فيه من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج وما بعد طلوع الفجر فهي تخرج لحاجياتها وقد ورد عن بعض نساء الصحابة أنهن كن في العدة يخرجن للفلاحة ولجذاذ النخل ولغير ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يعلمنا أحكام شرعنا يترجم dunkف Sorry أحكام شرعنا